قتل للمدنيين بالجملة أو اعتقالهم ومن ثم الكذب بأنهم كانوا ينون تنفيذ هجمات مسلحة ضد القوات التي أسموها محررة هذا ما كانت تمارسه القوات البريطانية أحيانا كثيرة في العراق بحسب ما أكده جنود بريطانيون خدموا في العراق القوات التي ادعت أنها جاءت لنشر الديمقراطية في البلاد عبر سنوات من التضليل فضحها الشاهد من أهلها كما فضحها من قبل مسؤولون عسكريون ووسائل إعلام متعددة موقع ميدل إيست آي البريطاني نقل عن عسكريين بريطانيين قولهم إنهم تلقوا أثناء فترة خدمتهم بمدينة البصرة عام 2007 ترخيصا باستهداف أي مدني يتصرف بطريقة يقدرون إنها مريبة والسؤال هنا ما هو التعريف لقولهم مريبة أم أنه كالمصطلحات المطاطية التي أطلقوها من قبل الموقع فضح قيام تلك القوات بأفعال تأنفها الطباع الإنسانية السليمة حين كشف عن لجوئهم إلى وضع أسلحة أمام من طالته رصاصاتهم من الأبرياء لخلق طباع بأنهم لم يكونوا عزلا العسكريون البريطانيون أكدوا أن جيشهم طبق قواعد الاشتباك بشكل جعل المدنيين في العراق هدفا مباحا ما تسبب بقتل طال حتى الأطفال ثم أعطى قادة الجيش وعدا لجنودهم بحمايتهم في حال خضوعهم لأي تحقيق الاحتلال الذي رسمت فصوله في الغرف المظلمة من البيت الأبيض والذي لم تقتصر تداعياته السلبية المتعددة على البلاد وحسب كما لا يخفى على ذي لب تتكشف الكثير من حقائقه اليوم وما خفي كان أعظم